السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايبي عاملين ايه هعملوكم بقى شوكولاتة الباونتي او كرات جوز الهند المتغطية بالشوكولاتة هنحتاج كوبايتين جوز هند مبشورين ناعم ونحط عليهم كوباية حليب مكسف محلة الحليب المكسف المحلة احنا عملناه في القناة بطريقة اقتصادية جدا مش هتضطر تشتريه ولا حاجة هتعملي في البيت وانا كنت عملته قبل كده في فيديو بطريقتين مختلفتين عن بعض هسيب لكم اللينك بتاع فيديو الحليب المكسف المحلة في صندوق الوصف علشان ما تشتريش حاجة خالص من بره جوز الهند والحليب المكسف المحلة لازم يندمجوا كويس جدا مع بعض افضل اقلب فيهم كده انا بقلب باطراف صوابعي لانه طبعا هو بيلزق قوي وطبعا لسه خارج من التلاجة وقديكوا شفتوا القوان بتاعه عامل ازاي فلما بقعد اعمل فيه بصوابعي كده السقعية بتاعته بتقل شوية وبيبتدي يحول جوز الهند لعجينة سهلة التشكيل زي ما انتو شايفين اقدر اشكلها باي شكل انا عايزا اعملها يعني مستطيلات اعملها دواير زي ما انا عايزا انا هنا هبتدي اعملها كور كور صغيرة كده كورة دي كبيرة هاخد منها حتة واعملها كورة صغيرة واقلصها في طبق كده على جنب يعني شوكولاتة دي سهلة قوي وعايز اقولكو طعمها يجنن طعمها حلو جدا اعملنا كل الكمية بتاعت جوز الهند اللي معانا كوبايتين جوز الهند عاملوا الطبق ده كله زي ما انتو شايفين واحطوا في التلاجة وبعدين اجهز الشوكولاتة انا هنا معايا حوالي 100 جرام شوكولاتة خام هحط عليهم 100 جرام شوكولاتة بالحليب انا دخلت الشوكولاتة بتاعت المايكروويف بسيبها تسخن كده حوالي 30 ثانية وطلح هقلبها ورجحها تاني لغاية ما تسيح زي ما انتو شايفين كده وهحط عليها الشوكولاتة بالحليب شوكولاتة جالكسي بقى شوكولاتة كاتبري زي ما تحبي الطعم اللي انتو بتحبيه وهحطها على الشوكولاتة بتاعتنا طبعا انتو ممكن تسيحوا الشوكولاتة في حمام مية عادي جدا يعني هتحطوا طبق او كسرولة فيها مية سخنة تحت الطبق ده اللي فيه الشوكولاتة وهتخلوه على النار نار هادية جدا وهتعود وتقلبه في الشوكولاتة لغاية ما تسيح شايفين اللون الشوكولاتة فتح قوي ازاي بصوا اللون الشوكولاتة بالحليب بتدي طعم ونكها حلوة جدا احنا قبل كده عملنا الشوكولاتة بتاعت العيد بس كنت حطة ضعف الكمية يعني لو 100 جرام شوكولاتة بالحليب هنحط قصادها 200 جرام شوكولاتة خام لا انا هنا زودت الشوكولاتة اللي بالحليب زيادة شوية علشان الطعم يبقى احلى واحلى انا جبت كرات جسد الهند بتاعتي من التلاجة طبعا يعني سقعت شوية انا ليه سقعتها علشان لما نزلها في صوص الشوكولاتة اللي معايا اللي هي الشوكولاتة اللي هي السايحة يتماسك عليها على طول الشوكولاتة يعني تمسك فيها على طول واطلحها بشوكة كده واهزها كويس جدا علشان انزل منها الزيادات لغاية ما لونها يبقى بيال مع كده قدامك وملمسها ناعم وانزلها على ورقة زبدة على جنب كده انا حطها جنب مني الناحية التانية على ورقة زبدة ودي الكمية بتاعتي كلها خلصت هدخلها التلاجة وبعدين هحفظها في علبة في التلاجة لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك تبسوا جمالها عامل ازاي طعمها طحفة مش قادر اقولكم طعمها عامل ازاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة